إما تتكون من مرحلتين من نشاطين أساسيين النشاط الأول الذي نحن اليوم بصدد إقامته وانطلاقه والذي يعطينا إشارة انطلاقه ليوم مجموعة التفكير المركزة والتي ستكون ست مجموعة التفكير كل مجموعة التفكير كل مجموعتي تفكير ستدرس موضوع واحد من المواضيع الثلاثة التي سيتم دراستها خلال هذا اللقاء ثم تجتمع كل المشاركين في مجموعة التفكير العددهم ممية بإذن الله تعالى وقوته لدراسة المخرجات المختلفة وسياغة الوثائق أو الأوراق النهائية سيتم إدخالها للقمة التي سيتم الإعلان عن إعقادها إن شاء الله قريبا والتي ستضم أكثر من 2500 شاب جزائري منتخب من مختلف تشكيلات سياسية من الأحرار من مختلف المستويات الأمة مجلس الشعب الوطني والمجالس المتخب المحلي المجلس الولائي والمجلس البلدي أعتقد هي فرصة فريدة من نوعها التي سيلتقي من خلالها شباب الجزائر الذي يؤمن بالمشاركة السياسية ليخاطب شباب الجزائر الذين لم يسبق لهم كذلك المشاركة في الحياة السياسية لنتبنى مع بعضنا البعض مقاربة شبابية وطنية تجعل الشعب الجزائري اليوم أكثر تمكيناً في الحياة السياسية